موسيقى مساء الخير و اهلا بيكو اسبوع جديد و كلمة اخيرة الشتاء داخل علينا تقيل جدا السنة دي كما هو واضح امطار غزيرة و رياح باردة و الحقيقة مطر و طراب في نفس الوقت محافظات السواحل الشمالية و شمال الدلتا خدت النصيب الاكبر اسكندرية مطروح البحيرة الدهلية كفر الشيخ دول خدوا النصيب الاكبر من الامطار لكن ايضا الامطار وصلت للقاهرة و الجيزة الجيزة كانت بتمطر لحد يعني منذ دقائق قليلة احنا هنا في اكتوبر كان امطار جالنا وقت بعد العصر كان فيه عصفة ترابية و امطار غزيرة جدا ثم توقفت ثم عادت مرة اخرى و الامطار مستمرة حتى يعني لحد دلوقتي حنتابع الاوضاع في المحافظات قدرت المحافظات تتعامل ازاي الميزة المرادي ان احنا كنا عارفين متابعين مع كل مراكز استطلاع الطقس والاحوال الجوية ان كان فيه توقع لهذه الموجة من الطقس السيء فكل المحافظات كانت جاهزة وبالتالي الوضع يعني في التعامل اظن مع المحافظات كان تعامل معقول جدا عشر محافظات اعلنت تعليق الدراسة غدا في المدارس النهار ده كان فيه ست محافظات معلقة الدراسة لكن غدا احنا بنتكلم في عشر محافظات ما فيش فيها مدارس في مقدمتها القاهرة والجيزة الشتاء داخل علينا بقوة خلاص كده الشتاء دق الببان زي ما كان بيقول علي الحجار دق الببان ولكن بقوة حنتابع كل ده في ساعتنا الاخبارية ايضا في الساعة الاخبارية حنتابع تفاصيل زيارة الامير شارلز ولي العهد البريطاني وزوجات الدوقة كاملة لمصر هذه اول زيارة دولية لهم بعد الكورونا وبعد ما فتح بريطانيا فتحت بعد الكورونا صحافة العالم زي ما انتم شايفين كده في النيويورك تايمز مش بس بريطانيا صحافة العالم كلها اهتمت بالزيارة عنوين رئيسية في الصحف صور في كل مكان دي بتكون الحقيقة يعني هذه الصورة اظن انها نرجع تاني صورة الدوخ والدوقة يعني هذه الصورة هي اهم دعاية وافضل دعاية لمصر الحقيقة سياحيا وثقافيا مصر اعلنت ايضا يوم الخميس رسميا حفل افتتاح طريق الكباش وده يكون يوم الخميس المقبل واحنا هنكون موجودين معكم قبل الحفل باذن الله من الاقصر هنتكلم ايضا في ساعتنا الاخبارية عن زيارة برينس شارلز ودوتشز كاملة وحنتكلم ايضا عن قصة عزبة خيرالله اللي زارتها الدوقة واثارت الكثير من الجدل على السوشيال ميديا اما في النصف الثاني من حلقتنا فسنذهب في رحلة للمستقبل مع رواد الاعمال من الشباب اللي سيلتقون في قمة رايزاب التاسعة يوم الخميس المقبل ايضا اكبر تجمع لرواد الاعمال في الوطن العربي هنا في القاهرة كل اللي عندهم شركات ناشئة او حتى افكار لشركات ناشئة هيكونوا موجودين في هذه القمة المعروفة هنشوف مستقبل ريادة الاعمال ومستقبل الاقتصاد نتكلم معاهم عن اهتماماتهم المختلفة في ريادة الاعمال واحنا الحقيقة مهتمين جدا بسواء رايزاب او كل ما يتعلق بريادة الاعمال خاصة ان احنا بنقدم الفرصة برنامج مسابقة ريادة الاعمال بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات اللي سنعلن عن تفاصيله قريبا خلاص فاضل اسبوع واحد ونقف الباب التعديم اللي بيقف اليوم 28 بنشكر كل الاقبال الكبير حتى قبل ما نعلن عن الجواز وده معناه ان فيه شركات كثيرة موجودة على الارض لكنها تبحث عن فرصة حنبدأ فيه الاودشنز او التصفيات الاولى في بداية ديسمبر اي شاب عنده وشابة طبعا عنده مشروع او عندها مشروع او شركة ناشئة ما عداش عليها اكتر من 3 سنين وبيقدم فكرة مبتكرة فقط يعمل سكانينج للكود اللي انتو شايفينه على الشاشة للكيوار كود الموجود على الشاشة ويدخل او يدخل على صفحة الفرصة في كلمة اخيرة ويقدم للمسابقة احنا نتكلم طبعا مع رايزب عالم المستقبل شايفين المستقبل ازاي الميتافيرس السوشيال ميديا الفنتك كل المستقبل هذه هي قمة المستقبل حيث يلتقي الشباب والمراضي هما عند الهرم ليه عند الهرم قالوا لانه دايما الهرم بيتكلم عن التاريخ احنا رحنا للهرم نتكلم عن المستقبل يلا نبتجي الحرم